أدانت مصر اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمئات من العناصر المتطرفة ومنع المصلين المسلمين من دخول باحاته في بيان الخارجية المصرية شددت مصر على أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تقسيمه لن تنال من وضعيته القانونية والتاريخية القائمة دعية الجانب الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لهذه التصرفات الاستفزازية والتصعيدية كما حذرت مصر من العواقب الخطيرة لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة على الأمن والاستقرار في المنطقة